اشتركوا في القناة الرياضيات الصف السابع المنهاج الفلسطيني تير درس سهل أسهل درس اللي فيهم دروس الأولى نحن ناخده نفس اهدأه استرخه دعنا ناخد الدرس الرابع اللي هو مقياس الرسم بس قابل شو بدنا نعمل لنعمل مراجعة شو كان الدرس الأول اسمه يا أبطال يا حلوين كان اسمه التناسب وشو يعني تقولنا التناسب تقولنا التناسب هو تساوي النسبة بين عددين كيف يعني أو مجموعة عدد أو أكثر ثم كيف يعني يوم مثلا بقول لك اني هون دائرة عندي دائرة وقبالها قد مثلثين صح طيب هل هي نفس النسبة يوم ما يكون هون دائرتين وقبالهم أربع مثلثات هل هون نفس الإشي صح ولا لا هل هون نفس الإشي هون ولا مش هون نفس الإشي هون لكل دائرة صح لها مثلثين هون لكل دائرة صح لها مثلثين هون لكل دائرة صح لها مثلثين صح أم لا ستقول 1 ضرب 4 ساب 2 ضرب 2 1 ضرب 4 4 2 ضرب 2 4 هاي زي هاي فعشان هيك ايه بتكون الأمور تمام هاذا شو بأسميه طرف التناسب واذا شو بأسميهم هذول 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 2 في النص هاذا كمان بأسميه طرف هاذا شو بأسميهم وساطاي التناسب فهمنا طيب لو واحد أعطاني 100 شيك وقال قسمهم هيك واحد ثلاث اثنين تمام أو خلينا نقول واحد اه اثنين اه طيب بنا نقول واحد واثنين واثنين تمام نقسمهم لايه لحصص على نسبة واحد اثنين اثنين كبأ قسمهم اول اشي بأحسب شو مجموعة الحصص قدي مجموعة الحصص يالا اللي هي واحد زادي اثنين زادي اثنين قدي بتطلع خمسة بأمسك بطلع نصيب الحصة الواحدة قدي نصيب الحصة نصيب الحصة قدي الحصة الواحدة بتطلع اللي هي 100 على قدي على خمسة ويساوي عش عشرين صح طيب طلو معي أبطاليها حلوين كمان نصيب الواحدة هي على خمسة عشرين طيب الحين بدي أطلع نصيب كل واحدة قدي الأول أخذ الأول قدي أخذ واحد ض standard 20 حصة واحدة اللي هي 20 دينار الثاني اللي هو اخذ الثاني هي اللي هي اثنين ضرب 20 اللي هي 40 دينار الثالث أخذ كمان اثنين ضرب 20 اللي هو كمان 40 دينار تجمحهم لازم يرجعوا مية دينار باي الطريقة هذا هو كدرسنا الأول التناسب فهمنا شو يعني تناسب علاقة يا حبايق قسمة من إلى دائماً اللي إلى بيكون بعد شرط القسمة اللي بعده شو أخذنا التناسب الطر الطرد وقلنا شو يعني تناسب طرد يعني كلما زاد بزيد كلما قل يقل كيف يعني خذ مثال زي أنت الدراسة والعلامات كلما زادت الدراسة شو مال هالعلامات بتزيد كلما قلت الدراسة شو مال هالعلامات بتقل فهمناها ولا ما فهمناها خذ كمام مثال تمام الأكل والوزن كلما أكلت أكثر شو ماله وزنك بدو يزيد صح كلما قللت أكل شو ماله وزنك بدو يقل فهمنا كيف العلاقة بينهم هذه بنقولها علاقة طردية طيب شو ثابت التناسب الطردي يلا شو ثابت التناسب ثابت التناسب شو يساوي اللي هي بقول صاد على إيه على سين صاد على سين تمام يا حبابي لو مثلا قلنا إن أنا عندي عمالي اثنين تمام وجرتهم على سبيل المثال عشر أشيك أو عشر دنانير تمام عشر دنانير احنا مش في غزة طيب تمام ولو بقى عندي إيه أربع عمال قد وجرتهم بتكون عشرين دينار طيب لو بقى عندي هون ست عمال قد وجرتهم بتكون هون صاد صح؟ يلا كيف بدي أعمل دي أعمل على ثابت التناسب هاي سين وهي صاد بقول صاد على سين وثابت التناسب يزاوي إيه صاد على سين ولهم كلهم اللي هي اثنين على عشرة صاد على سين أنا آسف عشرة على اثنين يزاوي اللي هي صاد على ستة وضربها الحين ضرب تبادر بتمشي مع كلهم يلا عشرة ضرب ستة ستين واثنين ضرب صاد تمام شو عكس الضرب يا أبطال يا حلوين عكس الضرب القسم القسمة القسمة شو اللي شو بضربه يا حبابي في اثنين بعطيني ستين بتقول صاد يساوي ثلاثين فلي طلعت قيمة صاد ثلاثين فيه من شأن تناسب طردي طيب اللي بعده شو أخذنا الدرس أخذنا الدرس التالت اللي هو إيش اسمه التناسب العك العكسي نظن حبابي التناسب العكسي إذا زاد يقل وإذا قال يزداد فهمنا يعني إذا هيك يطلع هذا بنزل وإذا هذا نزل هذا بقضع كيف يعني خذ مثال خذ مثال زي شو مثلا زي عدد العمال وفترة إنجاز العمل كل ما زاد عدد العمال شو ما لها الفترة بتأخذ بتقل صح طب كل ما قال عدد العمال شو ما لها الفترة بتزي بتزيد هذا بنقوله تناسب عكسي شو ثابت التناسب العكسي ثابت التناسب العكسي شو هو اللي منقوله سين ضرب صاد شو منقوله سين ضرب صاد كيف يعني اخذ مثال لو بقى عندي هون مثلا عاملين قد يأخذ ووقت عشرة ايام لانجاز العمل هاي سين وهي صاد طيب لو بقى عندي ايه اربع عمال تمام بديم يأخذ ايه شي حبايبي فترة ايه بعرف فاش صح مزبوط يلا خوط على الناس لاثابة التناسب يلا اعمله بقول اثنين ضرب عشرة شو يساوي اربعة ضرب ايه ضرب صاد اللي يام هدو صاد هاي يلا دين ضرب عشر عشرين واربع ضرب صاد اربع ضرب صاد يلا شلعة اللي بضربه في اربعة هاي بعطيني اشرين بتقولي صاد يساوي خم خمسة اللي هي من وين جايه من عشرين تقسيم اربع ستة تعطيك ايه خم خمسة فاهمين يا حبابي كيف صارت هاي صاد شو طلعت معك خم خمسة بهاي الطريق هيك من حل من ثابت التناسل علينا اسألك كثير يعني والحين شو بدنا نأخذ الحين درس الأخير مقياس الرسم طيب شو يعني مقياس الرسم إذا مذكرين أول نشاط أخب ما في الوحدة هو بنفس الطريق يطلم على الوقت يعتبر ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات مزارا للفلسطينيين يتكون من ثلاث مباني ضريح المصلى والمنارة والضريح هو عبارة عن مبناء شكل مكعب طول كل من أضلاء 11 متر في زيارة مدرسية تقط حصان حسين صورة شخصية لها بجانب الضريح وقاس فكان قديه 15 سنتي وطولة ايه 150 سنتي طيب هو طليع قديه طولها في الرسمة 15 في الصورة 15 سنتي يعني شوية صغيرة طول الحقيقة 150 في نسبة إلى هاي تعتبر الصورة الشخصية تمام تكبير ولا تصغير للشخص لو ما تصوار حالك أبيل تطلع من نفس الحجم أول أفكاد أصغر نسبة طول حسام في الصورة إلى طول الحقيقة عن 150 حوال يفكر طولة في الصورة آسف طولة في الصورة خمستعاش Bund طولة في الحقيقة 150 خمستعاش على خمسين يعطينا 1 على 10 كيف تأتي 1 على 10 تبسيط كسوري حبابي اقسم على 5 على 5 واقسمها 15 على 15 تمشي معك الأمور يمكن التعبير عن هذه النسبة 1 على 10 يمكن أن كل سانتي من الطول الحقيقي قد يقابلها 10 تمام 1 على 10 كل سانتي كل 10 سانتي من الطول الحقيقي يقابلها 1 سانتي من الصورة هذه هي بتيجي بالطريقة تمام او بتقول كل 1 سانتي من الطول الحقيقي يقابلها 1 على 10 سانتي من الطول في الصور موشور بنفس الطريقة خلص 1 على 10 1 على 10 طيب تمام تعريف مقياس الرسم النسبة بين البعد في الرسم تحفظه زي اسمك البعد في الرسم لمين للبعد الحقيقي وهانا شو ما نقوله مقياس الرسم بحط الوضع على الرسم وبقسمه على البعد الحقيقي وباكتبه بالصورة هاي ألف لواحد أو واحد لألف يمكن أن تكون ألف عدد غير صحيح تمام ملاحظة الأطوال الحقيقية والأطوال على الرسم بالترتيب ذاتي أطوال متناسبة ونستخدم وحدات متجانسة لازم نفس الوحدات ومقياس الرسم ما إلو وحدة ليش؟ لأنه نسبة النسبة ما إلها وحدة يا حبايبي إذا كانت بنفس الكميات على المتناسبة طيب طلعوا معنا شاط اثنين يبلغ طول العلم الفلسطيني المرفوع على أطوال سارية في طول كريم ثلاثين متر وعرضه قد يعرضه خمستعشر متر فإذا كان طول العلم في الصورة قد يطول في الصورة يا حبابي خمسة سانتي أكمل ما يأتي الرسم المجاور يعتبر تصغير ولا تكبير هذا زي العلم والله هذا صغير طلع كلياته كام من سانتي أكيد تصغير العلم الحقيقي فما مقياس الرسم المستخدم يظل شو مقياس الرسم إلا هو شو مقياس الرسم البعد تمام في الصورة على البعد الحقيق الحقيق إذا البعد في الصورة هاي حباب البعد في الصورة خمسة سانتي هاي وحط خمسة طب البعد الحقيقيقي ثلاثين متر طيب ليش حاط ثلاث تلاف لازم أحط نفس tranquila نفس القيمة الثلاثين متر شو يساوي ثلاث تلاف س seeing ليش؟ لأن كل واحد متر شو فاعطيني مىة س انت فكل واحد متر بعطيني مىة سانتي فهمضا ضرب في مي في مية الثلاثين متأ ضربا في مية تصير ثلاث تلاف لأن هنا هنا سانتي هنا ممنوع يكون إلا إيه إذا سانتي 5 على ثلاث تلاف يساوي 1 على إيه على سين أي أن كل واحد صانتي منمثلها بإيه يوم بتضربها هاي سين سين تطلع ستين ولا ستمية ستمية صانتي يعني ستة متر في الواقع نقول أن مقياس الرسم هو شماله تكبير ولا تصغير بقول مقياس الرسم بقول اللي هو واحد لا ست لا ستة يعني كل واحد بوخه الستة صانتي ولا ستة متر ستة متر تمام هيك المعب كل واحد متر بوخه الستة استخدم مقياس الرسم للرسم أشكال كبيرة لا يمكن رسمها بلعدها الحقيقية على الورقة بضبط شترسم ايه العلم على الورقة صح بحجمه الحقيقي طيب هون نشوف نشاط ثلاث هل صح مساحت الحقيقية طب تنم اوكي نشاط ثلاث اه طيب تبعوا الجنين مدينة جنين على القدس قدية 75 كيلو متر الى الشمال وكانت المسافة بينهما ثلاثة سانتي على الورقة يالله شو بدي بدي مقياس الرسم شو مقياس الرسم هاي القن البعد على الرسم في البعد الحقيقي قدية البعد على الرسم ثلاثة سانتي بحط التلاتة هون تمام طيب البعد الحقيقي قدية طلع كم من سفر طب ليش ما هي 75 هاي 75 كيلو متر الكيلو متر يا حبائبي قدية ألف متر تمام والمتر قدية مئات سانتي يعني بضرب الالف في مية فبيعطيني واحد اثنين ثلاث اربع خمس صفار هاي ثلاث هاي خمس صفار فهمنا الـ 75 اقسم ثلاثة على خمس وسبعين بيعطينا يا حبائبي ها نتقسمها على ثلاث على ثلاث عشان نبسط ثلاث على ثلاث بتصفي واحد وخمس وسببين ثلاث يا حبائبي اللي هي خمسة وعشرين اذا شو مقياس الرسم واحد على خمسة وعشرين بهاي الطريق طبعا منحط الأصفار تنساش الأصفار اثنين يا لطيف كم من سفر نسينا طيب هون واحد اثنين ثلاث اربع خمس واحد اثنين ثلاث اربع خمس خمس سبع خمس وسبعين فهمنا ها طيب تظهر الصورة المجاورة تجوي في النخاء الشوكي وكريات الدم وهي خلايا جذية تكون الدم في الجسم الإنسان مكبرة قد 10 ملايين مرة قد يمكبرين 10 ملايين مرة يمكن كتابة مقياس الرسم اللي هيقولنا 10 ملايين طلع هيك هي 10 ملايين هي 10 قدام و 6 أصفار هنا 10 ملايين لا 1 كل 100 سنتيمتر في الواقع يقابلها كمي على الورق يا حبايبي كل 100 سنتيمتر في الواقع الحقيقة يقابلها كمي على الورق هي مكبرة 10 ملايين اذا كل 100 سنتيمتر في الحقيقة يقابلها على الورق أي 100 يقابلها على الورق يا حبايبي يريدك تقسم اللي هي تقابلها هنا 1 على 10 مليون العشرة مليون مكبرة تعطيك للواحد تمام مية سانتي في الواقع يعني هون بدأ يكون مية قد يقابلها اللي هي بتكون واحد على قد على هون واحد اتنين تلايات بقيم سفرين بس يعني منه نحط اربعة صفار هاي واحدة عشر تلايس سانتي متر على الورق لماذا هيك طريقة التكبير تمام يمكن التعبير عن طريقة رسم المهندس بمواحد لخمسمية ويسمى من قياس رسم ماذا يعني ذلك؟ يعني حبابي كل واحد سانتي في الحقيقة تمام كل واحد سانتي في الرسم اسف شو بعطي زي خمسمائة سانتي في الحقيقة هيك المعنى تعد ليلة التقرير عن الناحي استخدمت مقياس الرسم فرسمة نحلة على الورق بطول 7 سانتي علم بان طولها الحقيقة 2 سانتي استخدمت ليلة شو تكبير ليش؟ لأن طلها الورقة 7 وهي طل على حقيقة 2 يعني كبرتها هي أصغر من هاي بتكون مقياس الرسم اللي استخدمته شو بيكون؟ اللي بيكون يا حبايب يقولنا اللي بعد على الحقيقي البعد على الرسم على البعد الحقيقي اللي هي 2 على 7 هاي 2 على 7 اقسم هون على بدي أبسطها بتعطينا طبنا نبسطها بقسمها على 7 على 7 تعطينا 2 على 7 وانا واحد فهون 2 على 7 وواحد هيك المعمل تمام يعني كل 2 على 7 بتكيجي تبسطها بدك بالعشر بس خلاص تطلع بهاي الطريقة طب نطلع ما بعض على البعد إذن باستخدم الرسم أيضا لرسم أشكال صغيرة زيد ورسم خليه بدي أكبرها تمام نشاط خمسة طلع ما يعني نشاط خمسة حشرة طولها قدية 9 مليمتر رسمت في كتاب العلوم الحياة بطول 4.5 طبعا أول شغل الصانتي شو يساوي 10 مليمتر هل تكون فهمها؟ أكمل ما يأتي يعتبر الرسم في كتاب العلوم للحشرة بقى طولها 9 ملي صارت 4.5 تظهر لتكبير كبروها مقياس الرسم المستخدم شو مقياس الرسم بقول اللي هو البعد على الرسم على شو؟ على البعد للحقيق للحقيقي مش هلو مقياس الرسم؟ يالله بقول عشرة في أربعة ونص هل الرسم تاليش ضربها في عشرة؟ لأن كل صانتي عشرة ملي على قدية على تسعة خمسة واربين على تسعة شو يساوي؟ خم خمسة إذن مقياس الرسم شو يساوي اللي هو؟ خمسة لواة لواحة يعني كل خمسة صانتي أو كل خمسة وحدات بقابلها إيه؟ وحدة على الحقيق كل خمسة صانتي على الرسم بقابلها وحدة على الحقيق طيب هون يه نكمل هون في رسم تغضيه لحشرة طولها نقرأ مع بعض في رسم توضيح لحشرة طولها قدية ثلاثة ملي متر وهنا بطول خمسة عشر صانتي وظهر قرن الاستشعار في الرسم بدول اتناشة صانتي ما هو طول الحقيقي لقرن الاستشعار وما مقياس الرسم؟ ورجنا نطلع مقياس الرسم شو مقياس الرسم؟ اللي هو القانون البعد على الرسم على إيه؟ على البعد الحقيقي صح؟ يلا قدية البعد على الرسم يساوي قدية البعدها على الرسم بدي أشوف هيا في رسم لحشرة ظهرت بطول قدية خمسة عشر صانتي نبعدها على الرسم خمسة عشر صانتي حط صانتي اصحك تنسى قدية حبايب البعدها الحقيقي ثلاثة مليمتر حطهن ثلاثة مليمتر طيب انت بتقول هانا صانتي وهانا مليمتر بوضبطش فشو بدأ ضرب هون؟ فعا في عشرة ليش؟ عشان نسويها مليمتر فصارت مية خمسة عشر ضرب عشرة اللي هي قدية مية وخمسين مليمتر على ثلاث مية وخمسين مليمتر على ثلاث خمسة خمسين تمام؟ شو طلعت خمسين لواء لوحد هذا هو مقياس الرسم صاح او لا؟ يوم نقسمها هاي على ثلاث على ثلاث بتطلع خمسين لوحد شو مقياس الرسم؟ خمسين لوحد يعني كل خمسين وحدة على الرسم تقابل آسف فعلى الرسم صحيح بتقابل وحدة على الحقيقة طيب وظهر قارن الاستشعار في الرسم هاي طالع مقياس الرسم مش هو خمسين على واحد ماذا يطلع بطول كتير استشعار 12 سانتي اللي هو البعد الحقيقي 12 سانتي يعني 120 مليمتر ما هو الطول الحقيقي لقرن الاستشعار بده الطول الحقيقي هاي البعد ايه انا اسف اضع الرصف 120 هيك وهنا بده الطول الحقيقي لنا نفس المقياس نعملها اضرب ضرب تبادل الطول الحقيقي لقرن الاستشعار الحقيقي لقرن الاستشعار يساوي اللي هي ضرب 50 يساوي 120 ضرب 1 صح 50 ضرب الطول الحقيقي يساوي 120 ضرب 1 اقسم على 50 على 50 فبيطل عندك الطول الحقيقي يجد 12 على 5 حبيبي بيطل 12 على 5 مليمتر هذا هو الطول الحقيقي ابسطها ابسط اكثر من هيك خلاص 12 على 5 تمام هذا هو الطول الحقيقي لقرن الاستشعار طلع علي بعده مرسو هالثني طيب من الحد اذا كان الاشي هات تصغير ولا تكبير كيف بده هات تصغير ولا تكبير يا حبابي دائما هذا الاول شو منقوله الاول منقوله هذا بعد الرسم وهذا شو منقوله بعد الحقيقة تمام البعد على الرسم يساء على البعد الحقيقي حانا بعد الرسم يا حبابي صغير تمام وصار اكبر لواحد عنه الاكبر هون مدام هون الاكبر شو منسل نسميه تكبير تكبير يعني مكبرينوا كل بوينت اثنين على الرسم صار بواحد على الحقيقي تمام بعد الرسم على البعد الحقيقي طلع هون هه ااسف حقيقي تمام بعد الرسم هون شوماله بعد الرسم اقال من البعد الحقيقي من inputs فمعناته شومالهم تصغير تصغير هذا بعد الرسم اقال انا ا sporty لأ restored طيب وهنا 20 وهنا واحد هانا شو بعد الرسم وهنا البعد شوماله الحقيقي ظنعه الاكبر بعد الرسم اكبر من البعد الحقيقي شو سأسمي هون تك تكبير تكبير مقياس رسم تكبير اللي بعدها هنا بعد الرسم واحد وهنا شو ماله على الحقيقي طلع عشرة آلاف هذا شو بأسميه تصغير تصغير هاي كلمة هاي سؤال اثنين طلع ما بغض على سؤال ثلاث وبين صحات أو خطأ كل من العبارات الآتية إذا رسمت فراشة بمقياس رسم اثنين لواحد فإن الرسم أكبر من الفراشة صح ليش لأن بعد الرسم شماله طلع الرسمة اثنين سنتي في الرسم بيقابلها واحد في الحقيقة فبيكون أكبر طيب مقياس الرسم هو نسبة أحد طرفيها واحد صح مية بالمية نسبة يابتكون هيك اثنين لواحد يابتكون واحد لاثنين هانا اسمه بعد رسم هانا بكون اسمه بعد حقيقي بقياس الرسم واحد صانتي لكل اثنين كيلومتر هاي بقياس الرسم واحد صانتي لكل اثنين كيلومتر يعني واحد صانتي على ايه على اثنين كيلومتر هيك طب اثنين كيلومتر شو بضربها هاي في الف وبضرب في مية ليش بحول كيلومتر لصانتي بحول كيلومتر لمتر بضرب في الف بعدها بحول متر لصانتي بضرب في مية تطلع بالطريقة هاي طب هاي واحد هاي عشرين ألف معناتها بالعكس عكسها هي بتصير واحد لا ايه لعشرين ألف تمام؟ هي خمس أصفار ميتين ألف في كل معنى فمعناتها هي خطأ لازم ايه بالعكس تمام؟ اللي بعدها في مقياس الرسم يجب أن تكون جميل الأعداد صحيحة لا مالاش خاص ممكن تكون الأعداد غير صحيحة ما في أي مشكلة تكون ان شاء الله في أعداد نسبية بتخطوها في الصف الثامن أربعة مربع كرة قدم ملعب كرة قدم طوله في الواقع تسعين قدي طوله في الواقع هاي طوله في الواقع هاي تسعين وعرضه قدي خمسين متر وضغطت له صورة جوية هاي في الصورة طلعوا في الصورة صارت الصورة هيك صغيرة كثيرة اعتبروا هيك قدي صارت طوله في الصورة ثمنتاش وعرضه قدي عرضه خمسين طيب آسف عرضه ما بعرف إذا كان طول المرمى في الصورة آسف فكان طوله في الصورة ثمنتاشر سانتي طيب تمام التسعين صارت تمنتاشر فكان طول المرمى بيحكوا عن القول باس القول الغير هذا القول تبع الشبك فكان طول المرمى اذا كان طول المرمى ثنين سانتي فما طوله في الواقع يلا خذ اول شي مقياس الرسم شو مقياس الرسم مقياس الرسم شو يساوي اللي هو البعد الرسم على بعد مين الحقيقي الحقيقي صح قدي بعض الرسم يا حبايبي 18 صح هاي 18 قدي البعد الحقيقي 90 طب هانا بالمتر هانا بالصانتي هانا صانتي وهانا متر بزبط لا إذا 18 تسعين بضربه في مية فشو بتصير تسعة آلاف كيف صارت تسعين تسعة آلاف درابته في مية في مية هذا هو مقياس الرسم طيب ننبسطه بزبط هيك ما بزبطش يالا كيف ننبسطي يا حبايبي نقسم على اثنين أو اثنين فبيعطينا هون تسع او ايش اربتالاف وخمسمية على تسعة على تسعة تقسم فبيعطيك واحد ل criminals لا يا حبايبي لا اي خمسمية طيب تعطيك يون واحد لا اي خمسمية هاي من قياس الرسم واحد لخمسمية طب أنا من قياس الرسم طول المرمى طول المرمى في الواقع هنا 2 سنتي هنا 1 500 طيب أقول 1 تقسيم 500 يساوي البعد على الرسم أعطيك 2 سنتي البعد الحقيقي سين نضرب ضرب تبادل تريح رأسك 1 ضرب سين 500 ضرب 2000 ما تلع قيمتها حبايب المرمى 1000 سنتي يعني 1000 يعني 10 متر قيمتها طول المرمى 10 أمتار وهو شيء منطقي طيب سؤال 5 آخر اختار مقياس رسم طيب هذا سؤال 5 ما بيهمني مختار مناسب لرسم جدارية ما بتهمني حلو حلو لحلو لحالكم نشوفكم إن شاء الله في درس قادم أي سؤال استفسار ما تترددوا إن شاء الله منحل التمارين العامة إلى اللقاء